نروح لحكاية تانية بس الحكاية التانية من عند نادي الزمالك مصدر في نادي الزمالك قال لنا مصدر مهم يعني في نادي الزمالك قال لنا ان في خطأ اداري بيمنع امبي من الحصول على احمد عيد نهائيا طالفين حكاية احمد عيد عشان مفضلتش اشترحالك كل شوية تحفستوها خلاص الحكاية ايه انه امبي الحكاية الجديدة يعني على لسان مصدر بنادي الزمالك ان امبي في العقد الموقع بين النادي النادي امبي والزمالك بخصوص استعارة اللاعب احمد عيد مع حقية الشراء مع حقية الشراء مفهوش توقيع اللاعب فالزمالك شايف ان ده خطأ اداري يمنع يمنع ان اللاعب يكمل مع امبي لو امبي دفعت 3 مليون جنيه اللي هو اصلا بحسب مسؤول الزمالك امبي لسه حتى ما دفعهمش الثلاثة مليون جنيه اللي اشتري بيهم اللاعب فدي الحكاية بتاعة احمد عيد ونادي الزمالك وايضا نادي امبي اتصور الموضوع ده محتاج قاعدة يعني محتاج قاعدة بين مسؤولي الناديين ويخلص الموضوع بيه اشتركوا في القناة